اشتركوا في القناة وفضح ان شركة مصر اوروبا هي كمان لحظة حبي للشاشات التاتش عشان كده رشحوا للمراتي جهاز اهم ما فيه الشاشة التاتش النهاردة معنا الجهاز مايكروسوفت سيرفاس برو 5 والجهاز ده مناسب جدا للناس اللي اهم حاجة عندهم الشاشة نفسها لان الجهاز ده باختصار عبارة عن تابلت قوي شغال عليه ويندوز هنتكلم عن ديزاين الجهاز واهم مواصفاته وفي الاخر هتكلم عن تجربتي في استخدام الجهاز وفي الاخر هنجاوب على السؤال مهم جدا الجهاز ده مناسب لمين ونقدر نستخدمه ازاي في صناعة المحتوى المال لكن قبل ما ندخل في اي تفاصيل ياريت تعمل لايك للفيديو لان ده بيساهم في انتشار محتوى القناة وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان تقدر تتابع كل جديد وكالعادة بحب انبه في الاول انك هتلاقي تحت في وصف الفيديو لينكات لفيديوهات تانية مفيدة جدا اتكلمنا فيها عن اجهزة كمبيوتر تانية كتير فلو انت لسه مبتدق في الموضوع باذن الله هتلاقي الفيديوهات دي مفيدة جدا بالنسبة لك اهم حاجة عايز ااكد عليها النهاردة هي انك لازم تفهم كويس قوي الجهاز ده معمول لايه وموجه لمين عشان تقدر تحدد بشكل شخصي هل الجهاز ده مناسب ليك ولا لا احنا منقدرش نصنف الجهاز ده على انه لابتوب لكن نقدر نقول انه تابلت وبتقدر تشتري له جزء اضافي عبارة عن كيبورد وتراك باد ومكان البصمة والكيبورد الاضافي ده بيركب على التابلت بمنتهى السهولة وبالتالي بتقدر تحول التابلت لحاجة قريبة جدا من اللابتوب بس برضو هو مش لابتوب لانك مش هتقدر تستخدمه بالطريقة التقليدية بتاعة اجهزة اللابتوب بمعنى انك مش هتقدر تحط الجهاز على رجلك لازم تستخدمه وهو على المكتب يبقى لازم نبقى متفقين ان الجهاز ده تابلت لكن لما تيجي تقارنوا باي جهاز تابلت تقليدي في نفس الفئة السعرية هتلاقي ان الجهاز اللي معانا النهاردة بيتفوق تماما على كل منافسي من اجهزة التابلت التقليدية وفي كل حاجة تقريبا سواء من ناحية الدزاين او من ناحية المواصفات والاداة يبقى بالتالي احنا منتكلم عن جهاز كومبيوتر في هيئة او شكل او تصميم تابلت نيجي بقى للكلام عن ديزاين الجهاز زي ما قلنا من شوية الجهاز في الاصل عبارة عن شاشة او تابلت بحجم اتناشر وتلاتة من عشرة بوصة الجهاز نفسه رفيع جدا بصمك تمانية ونص ملي يعني اقل من سنتي واحد والجهاز خفيف جدا بوزن سبعمائة وسبعين جرام الكيبورد الاضافي اللي بيتبع لوحده وزنه تلتمائة وعشرة جرام يعني الجهاز مع الكيبورد الاضافي يدوب بيكسر واحد كيل لو جيت تمسك الجهاز من غير الكيبورد الاضافي هتحس ان ديزاين الجهاز مريح جدا اطراف الجهاز دائرية وبالتالي لو جيت تمسك الجهاز باي طريقة هتحس ان مسكة الجهاز مريحة جدا لو جينا نشوف مواصفات اهم حاجة في الجهاز وهو الشاشة هنلاقي ان مواصفات الشاشة عالية جدا سواء من ناحية الريزيليوشن او جودة الالوان او حتى التحكم عن طريق اللمس ريزيليوشن الشاشة 2K بابعاد 2736 في 1824 درجة سطوع الشاشة بتوصل لحد اقصى 450 نيتس ودي درجة سطوع ممتازة جدا واعلى من اغلب اجهزة اللابتوب او التابلت من نفس الفئة السعرية او حتى اعلى شوي حواف الشاشة مش ارفع حاجة في الدنيا لكن انا بعتقد ان حجمها مناسب جدا وحتلاحظ ده لما تيجي تستخدم الجهاز كتابلت وتمسك الجهاز في ايدك هتلاقي ان سمك الحواف مناسب لطريقة مسكة الجهاز بحيث ان ايدك ما تجيش على الشاشة نفسها لكن يدوب تلمس الحواف ابعاد الشاشة بنسبة اتنين لتلاتة وده معناه ان الشاشة اطول شوية من شاشات اجهزة التابلت او حتى الموبايل ده بيكون مفيد جدا فاغلب الحاجات اللي ممكن تستخدم فيها الشاشة زي مثلا قرية الكتب او تصفح معاقع الانترنت او حتى استخدام برامج التصميم او الفوتوشوب او استخدام البرامج المكتبية زي مايكروسوفت اوفيس وغيرها كل الحاجات دي هتستفيد من ان ابعاد الشاشة اتنين لتلاتة لكن بالنسبة لتشغيل الفيديوهات اللي اغلابها متصور بابعاد 9 ال16 هتلاقي ان فيه مساحة سودة من فوق وتحت الفيديو لكن انا شايف ان دي ما تعتبرش مشكلة على الاطلاق وبما اننا تكلمنا عن تشغيل الفيديوهات على هذه الشاشة الرائعة الجميلة يبقى لازم نجيب سيرة السماعات الممتازة اللي موجودة في هذا الجهاز واللي قطعا ولا شك تعتبر افضل من اي تابلت اخر في نفس الفئة السعرية السماعات بتدعم تقنية دولبي اوديو بريميوم وده معناه انك هتحصل على تجربة صوتية رائعة سواء اثناء مشاهدة الفيديوهات او حتى عند تشغيل اي ملف صوت من ناحية التحكم في الشاشة عن طريق اللمس الشاشة بتقدر تتعرف على 10 نقاط ضغط في نفس الوقت وفيه برضو حاجة تانية لازم تاخد بالك منها لكن للأسف ما قدرتش اختبرها لانها مش موجودة معايا وهي استخدام الشاشة مع ألم مايكروسوفت اللي اسمه سورفيس بان الموضوع ده خطير جدا للناس بتوع تصميم الجرافيك والرسم لانك باستخدام السورفيس بان بتاع مايكروسوفت الشاشة بتقدر تتعرف على 4096 درجة مختلفة من قوة تضغط على الشاشة اللي هو فيما معناه لو انت عايز ترسم خط خفيف هتستخدم الألم وتضغط بشكل خفيف خالص على الشاشة فيطلع لك خط رفيع ولو عايز تتقل الخط هتضغط بالألم على الشاشة أكتر شوية فيطلع لك خط أدخن الموضوع ده خرافي جدا زي ما قلت للناس بتوع الجرافيك والرسم لان المفروض التابلت ده موجه ليهم في الأساس من ناحية جودة الألوان فالشاشة جودتها ممتازة جدا وبتدعم مساحة ألوان sRGB يعني لو انت مصمم جرافيكس أو مصور فوتوغرافي وعايز جهاز عشان تعدل عليه الصور فالشاشة دي ممتازة جدا بالنسبة له وفي الآخر الشاشة عليها طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 4 بالإضافة لطبقة حماية خاصة بتقلل من التبصين لو بصنا سريعا على الكيبورد والتراكباد اللي بيتباع بشكل منفصل هنلاقي ان توصلها بالجهاز من أسهل ما يكون بمجرد ما تقرب أماكن التوصيل ببعض هتلاقي ان الاثنين رجبوا في بعض عن طريق مغناطيس قوي جدا وبرضو بتقدر تشيل الاثنين عن بعض بمنتاز سهولة من ناحية البلد كواليتي فانت ممكن يجيلك شعور خاطئ بان الكيبورد الإضافي مش متين وده غالبا بسبب ان سنكر فيع جدا لكن لو حاولت تضغط على الكيبورد أو حتى تحاول تتنيم الأطراف هتلاقي انه أقوى بكتير مما تتخيل ملمس الكيبورد من الظهر ومن مكان تريح إيديك على الكيبورد قريب قوي من ملمس الشموى وواضح جدا انه مصنوع بجودة عالية للأسف الكيبورد ما فيهوش حروف عربي لكن المشكلة دي ممكن تتحلب أكتر من طريقة تجربة الكتابة على الكيبورد مقبولة جدا لكن قطعا ولا شكة هتحتاج انك تتعود عليها أما التراكباد فحجمه يعتبر مقبول رغم اني مش متخيل ان حد هيعتمد على التراكباد لان الشاشة نفسها تتش وهتلاقي جنب التراكباد على اليمين مكان البصمة وده بيديلك درجة عالية من الأمان وبما اننا تكلمنا عن الأمان هنلاقي في الشاشة من فوق نظام التعرف على الوجه Windows Hello Face يعني حتى لو مش هتشتري الكيبورد الإضافي هتقدر برضو تحافظ على درجة عالية جدا من الأمان وهتضمن ان محدش هيقدر يفتح الجهاز غيرك هتلاقي برضو في نفس المكان في الشاشة من فوق كاميرا أمامية برزيليوشن 5 ميجا بيكسل بتصور فيديو بجودة 1080p وجنب الكاميرا على طول مكان المايك في ظهر الجهاز من فوق الكاميرا الخلفية برزيليوشن 8 ميجا بيكسل وفيها خاصية الأوتوفوكس وبتصور فيديو بجودة 1080p وبرضو جنب الكاميرا على طول من فوق مايكين ستيريو بخصوص جودة الكاميرات فهي غالبا أفضل من كل أجهزة التابلت في نفس الفئة السعرية في نفس الوقت ما هياش أعلى جودة في الدنيا لكن على كل حال الجودة تعتبر مقبولة جدا الكاميرا الأمامية مناسبة جدا للفيديو كالز والألوان اللي بتحصل عليها تعتبر طبيعية وكويسة جدا ولما الكاميرا بتشتغل في لد أبيض بينور جنب الكاميرا عشان تبقى واخد بالك إن الكاميرا شغالة بخصوص الكاميرا الخلفية المفروض إن الجودة أعلى شوية الألوان برضو حلوة وخاصية الأوتوفوكس شغالة بس مش أحسن حاجة في الدنيا يعني نقدر نقول باختصار إن الكاميرات بتقضي الغرض وما تعتبرش سيئة أبدا بالمقارنة بالكاميرات اللي بتلاقيها في أجهزة التابلت في نفس الفئة السعرية لو بصينا على ظهر الجهاز هنلاقي لوجو مايكروسوفت ويندوز تحت في النص ولو بصينا على الجنبين اليمين والشمال هنلاقي مكانين تقدر من خلالهم تفتح الهنج أو المسند اللي بيخليك تحط الشاشة على المكتب المفروض إن الهنج ده متين جدا وقوي مصنوع من المعدن زي كل جسم الجهاز اللي مصنوع من المعدن والهنج ده بيقدر يفتح لحد زاوية 165 درجة بمعنى إن الجهاز يدوب بيكون مرفوع عن المكتب حاجة بسيطة جدا وفي حاجة عجباني جدا في التصميم وهي إن في مغناطيس بيمسك الهنج لما تقفل وبالتالي لما الهنج يكون مقفول بتحس إن الجهاز حتة واحدة وإن ما فيهاش أي أجزاء متحركة لو بصينا على الجهاز من فوق هنلاقي زرار الباور جنبيه زرار التحكم في مستوى الصوت في الجنب الشمال من فوق منفذ 3.5 ميلي كومبو لتركيب سماعات أو هادفونز وفي الجنب اليمين بنلاقي المنافذ وده بالنسبة لي يعتبر أكبر عيب في الجهاز ده قلة المنافذ من فوق بنلاقي منفذ ميني ديس بلاي بورت تحتيه منفذ USB Type-A بتقنية USB-3 وتحتيه مكان تركيب الشاحن الشاحن نفسه حجمه صغير جدا وخفيف وكابل الشاحن بيركب في الجهاز بمغناطيس بمنتغه السهولة وأثناء الشاحن في لد بينور أبيض على الكابل علشان تبقى عارف إن الشاحن شجار عجباني جدا فكرة إن كابل الشاحن بيركب بمنتغه سهولة عن طريق المغناطيس المغناطيس قوي لكنه مش قوي لدرجة إن لو الكابل تشد حياخد الجهاز معاه برضو الكابل بيتفك بمنتغه سهولة ودي حاجة شبه الماجسيف بتاعت أجهزة أبل والشاحن نفسه بقوة 44 وات البطارية بحجم 45 وات أور وده ما يعتبرش كبير قوي لكن بسبب كفاءة البروسيسور في استهلاك الطاقة هتلاقي إن عمر البطارية يعتبر مقبول جدا وبتقدر تشحن البطارية بالكامل في حوالي ساعة واحدة كده المفروض خلصنا الكلام عن المواصفات الخارجية للجهاز نيجي بقى للكلام عن المواصفات الداخلية الجهاز اللي معانا النهاردة مايكروسوفت سيرفيس برو فايل بيجي ببروسيسور i5 جيل سابع 7300U اتنين كورز واربعة ثرادز بيشتغل بسرعة 2.6 جيجا هرتز وبيعمل توربو لحد 3.5 جيجا هرتز والكاش ميموري 3 ميجا سمارت كاش حرف اليو معناه إن استهلاك البروسيسور للطاقة أوليل جدا 15 وات فقط وده طبعا في صالح عمر البطارية لكنه في المقابل معناه إن أداء البروسيسور مش أقوى حاجة يبقى لازم تبقى فاهم من الأول إن الجهاز ده مش للأشغال الشقة خصوصا إن الجهاز ما فيهوش كارت شاشة مستقل وبيعتمد على كارت الشاشة المود مجمع البروسيسور Intel HD Graphics 620 كارت الشاشة مش مناسب للجيمورز إلا لو كنت هتلعب ألعاب خفيفة قوي والجرافيكس بتاعتها بسيطة قوي لكن تقدر تشتغل على برامج التصميم العادية يعني باختصار مش هتقدر تستخدم الجهاز ده في منتاج الفيديو لكن تقدر تشغل عليه في فوتوشوب أو لايت روم لكن برضو مش هيكون أسرع أو أقوى جهاز في الدنيا الجهاز اللي معانا بيجي برامات 8 جيجا بسرعة 1866 ميجا هيرتز LPDDR3 يعني برضو مش أسرع حاجة في الدنيا لازم تبقى واخد بالك من الكلام الجهاز فيه هارد NVMe SSD بمساحة 256 جيجا والهارد أداءه سريع وممتاز ويعتبر من أهم الأسباب اللي هتخليك تحس إن الجهاز ده سريع وحديث الجهاز طبعا فيه واي فاي وفيه بلوتوث وفيه كمان سنسورات بنلاقيها في أغلب أجهزة التابلت زي الأكسيلروميتر والجايروسكو آخر حاجة عايزك تعرفها بخصوص مواصفات الجهاز هي إن الجهاز ده ما فيهوش مروحة أو اللي بنسميه بالانجليزي ما فيهوش Active Cooling وده له ميزة ولو عيب أهم ميزة في الموضوع إن الجهاز صامت تماما وده هيكون ممتاز جدا للناس اللي عايزة جهاز تستخدمه أثناء التصوير سواء بقى لو عايز ترسم عليه أو تشرح عليه أو تقرأ منه أو أي حاجة زي كده أهم عيب في الموضوع ده إن الجهاز بيسخن لإن المنفذ الوحيد للحرارة اللي في الجهاز هو جسم الجهاز نفسه اللي مصنوع بالكامل من المعدن وبالتالي لو جيت تلمس ظهر الجهاز من النص أثناء استخدام الجهاز أكيد هتحس إن الجهاز صخن كده إحنا خلصنا الكلام عن الدزاين والمواصفات نيجي لتجربة الاستخدام بأكد مرة تانية إن الجهاز ده يعتبر أقوى من أي جهاز تابلت آخر في نفس الفئة السعرية أنا شخصيا بصنف الجهاز ده على إنه جهاز سريع وبالتالي هتقدر تستخدم الجهاز بمنتغة الأريحية في كل الاستخدامات اليومية العادية وكمان في كل الاستخدامات البحثية والمكتبية وبالتالي الجهاز ده هيشتغل معاك زي الفل في تصفح الإنترنت ومشاهدة الفيديوهات على يوتيوب أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام برضو هيشتغل معاك بشكل ممتاز مع استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس أو حتى زي ما قلت قبل كده مع برامج الجرافيكس والتصميم والصور زي برنامج فوتوشوب ولايت روم طبعا مع الأخذ في الاعتبار إن في بعض المشاريع على الفوتوشوب أو الليت روم ممكن يكونوا تقال على الجهاز أو هتحس إن الجهاز ممكن يكون بطيء شوية مع هذه المشاريع التقيلة أو الكبيرة برجع مرة تانية وأكد على إن أكيد اللي هيشتري الجهاز ده هيشتريه علشان شاشته سواء بقى أنت عايز تقرأ من عليه أو تشاهد من عليه محتوى مرئي أو اللي أحسن من ده كله إنك تستخدم معاه ألم مايكروسوفت سيرفيس بان وتستخدم الجهاز في الرسم والتصميم بالإيد أنا شخصيا كصانع محتوى مرئي ممكن أستخدم الجهاز ده في أكتر من حاجة أولا فيما يخص تحضير المادة العلمية الخاصة بالمحتوى المرئي بتاعي هقدر أستخدم الجهاز في القراءة والتصفح وكمان في كتابة السكرينت ثانيا فيما يخص تصوير المحتوى ممكن أستخدم الجهاز في الشرح بالرسم باستخدام الألم أو حتى عن طريق عرض أي محتوى أثناء التصوير مع تسجيل الشاشة واستخدام المادة المسجلة فيما بعد في المونتاج ككاميرا تانية ثالثا فيما يخص مرحلة ما بعد التصوير ممكن أستخدم الجهاز في تصميم الصور الدلالية للفيديوهات يعني في النهاية أنا بعتقد إن الجهاز ده يعتبر نافع ومفيد جدا لأغلب الناس اللي محتاجين تابلت خصوصا وإن سعر الجهاز ما يعتبرش غالي بل إنه بيقدم قيمة كبيرة جدا في مقابل السعر بالمقارنة مع أجهزة التابلت اللي من نفس الفئة السعرية لو حاسس إن الجهاز ده مناسب ليك تقدر تشتريه عن طريق شركة مصر أوروبا هتلاقي لينك صفحتهم على الفيسبوك تحت في الوصف وبأكد مرة تانية إن الكيبورد الإضافي بيتباع بشكل منفصل أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو تقول إن ده بيساهم في إنشار محتوى القناة وما تنساش تعمل شير للفيديو مع أصحابك وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان تقدر تتابع كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر